اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالكوادر الحكومية التي تحرص على تحقيق النجاحات للوطن وتثبت دوما بذلها وتمييزها وعطاها أنها أهل للمسؤولية سموه أعرب عن تقديره لكافة الكوادر المخلصة التي سضع نصب عينها مصلحة الوطن والمواطن بما يحقق النماء والازدهار ويصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الدفعة السابعة من منتسب برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث نوها سموه بالجهود التي قدمها منتسبو الدفعة السابعة طوال انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء لفتا إلى ما اكتسبه المشاركون من البرنامج من مهارات وخبرات ستسهم في تطوير عملهم بما يحقق أهداف البرنامج في تطوير الأداء الحكومي وأشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمشاريع والأفكار التي عمل عليها منتسبو برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية طوال فترة انتدابهم مشيرا إلى أن الاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية يدعم مواصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة مؤكدا سموه بأن تعزيز قدرات ومهارات الكوادر الوطنية في أولوية دائمة ستواصل تعزيزها من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق للوطن والمواطن من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة السابعة ببرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم ببالغ اعتزازهم على ما يليه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص دائم بتطوير الكوادر الوطنية من أجل تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر